السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم وعلى بركة الله رح نقدم لكم طبق من أطبقنا التقليدية التنسية اللي هو وارفيس لبصل كما رحكم تشوفو هنا رح نعمر في السميم دا السميم دا اللي عندي رح نديرها كامل قلت نديرها كامل بيس كراحة نخبز نخبز ومو نخلي يعني مسمنات للقهوة ما جاتنيش ثلاثة تعالي بول يعني جاتني دو بول و تقريبا فايت النص كملت بالفارينة أنا مشي مورفا نعبر ونكذبش عليكم من فرق برك ونخدم عيني ميزاني بس حكي رح نديرها في الفيديو يعني خاصة للمبتدئات باش يكون على بالهم أبخي شحال دي در تسميد وشحال در تلمع وهنا نغم المع حنا التناسة ما نقولوش سميد نقولو سميم دا سميد كيكون متوسط ولا خشين بالصح كيكون رطب عنا نقولو سميم دا يعني المطلوع الخبز تاع الكوشا المسمن الملوي المحاجب بالرقك كامل ينخدموه بالسميم دا المبسس البراج المقروط هذو ينخدموه بالسميد المتوسط الطعام والبركوكس يتفتلوه بالسميد لخشين والقلب اللوستاني بالسميد لخشين وعلى هكذا بيكون عندكم يعني فكرة على الحويج يعني هذو باش نخدموه هنا يا كي ما شفتو كملت البول دغني بول كملتو بالفارينا نعمر يعني بنفس العبر اللي عبرت به السميم دا نعبر به الماء نفرغوا كامل نلم العجينة التاعي ونشوف يلا العجينة لازم تكون شوية طريئة يعني نخلوها طريئة تكون طاعة باش جينة سهلة فدليك وما يكونش العجين قاسح ويعيينة نعمر البول الثاني ونبقى نشمخ به نا باش يكون على بيلكم شحل درت الماء خاطر هذ السؤال يتكرر لي بزاف كي ندير الفيديو تاع العجين شحل درتي الماء وشحل درتي هكا باش يكون على بيلكم بصح اللي ندير هالكم في بيلكم بللي الانواع تاع سميد والاسميم دا را هم يختلفوا ممكن انا درت دو بول تاع السميد ممكن انتو ما يجيكم قل ممكن يجيكم اكثر المهم هنا باش تدو يزعم ابي بخي شحل شحل لازم لكم الماء هنا كنت شمخت العجينة التاعي نزيد يعني ندير هال الماء لازم تكون العجينة طريية كما قلت لكم باش تجينام بعد سهلة خاصة للمبتدئات اللي مشي من موال فين يعجنو يعني ما ديروش العجينة تاعكم قاسحة ومبعد تعييكم والا شمخوها ونخلوها ترتاح 10 دقايق حتى 4 ساعة ما محتر نص ساعة ما معليش والا إلا كنتو مشغولين يعني تروحوا تخذ مشغولكم وتخلو العجينة تاعكم ترتاح هنا هذا هو اللي المالي الزايد لي من الدوزيانبول هذا كل ما ما رحاش نرميه رح نخليه كي نكون ندلك في العجينة تاعي نشمخ به ممكن غير هذا رايح يكملي كامل يعني العجينة تاعي ممكن نزيد علي أنا ما زيتش هذك يعني قدني وكملت كما رحكم تشوفو هنا مواد يعني قليلة مقادير بسيطة عندي البصل رحكم شدتوا يعني تقريبا كيلو تاع البصل البطاطا اختياري هي الوصفة الأصلية بكريمة كانوا يديروا البطاطا بصح كما رحكم تعرفوذك البطاطا تخلناها في قعل في قعل أولادنا يبغوا البطاطا ديجا ممحنايا ويجي جبنينا يعني في هذا المرقة هذه دلت زوج حبات ما كثرتش نديروا الملح الحار ثاني كإختياري والتوابل نحتاجه غير الفلفل لكحال والكمون هذو ما التوابل اللي ينديروا في هذا المرقة هذي وفغيموا جبنينها بزاف الثوم كانوا يديروا تقريبا يعني 6-7 يعني لكان راس صغير يندير كامل معها أنا ما بغيش يعني نكثر الثوم فيها بزاف بويسكية يسموها رفيس البصل ندير البصل يعني أكثر من الثوم خليت البصل تعي يتقلى على نار متوسطة مرة على مرة نحرك فيه حتى يهبط هذاك البصل شوية يعني يذبال باش نمرق هنا يا لقيت العجينة تعي رتاحت يعني ذيك ربع ساعة ضرورك نبقى ندلك فيها لقيتها يعني طلقت الخيط ما شاء الله نبقى ندلك فيها ونزيد الماء ندلك حتى نحصل على النتيجة العجينة على المسمن كامل راكم تعرفوا يعني اللاتيك ستحاك كيف تكون وراني غيب هذاك الماء اللي كان باقي لي في البول الثاني يعني هنا نعطيكم العبار بالضبط على درت ثلاثة عبار تعال دقيق تعال سميم دا وكما شفت العبار الثالث كملتوا بالفارينا ودرت زوج عبار تعال الماء جاتني زوج عبار قد قد نبقى نزيد في الماء حتى نتحصل على النتيجة يعني تعال العجينة تعال مسمن عجينة 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 ارتاح غير عشر دقائق بارك ما خليتها ارتاح ارتاح زعم بزاف كما كان نخدم المسمن الماء الفطور يعني لا يهمش كيف يكون المهم يكون مدلوك مليح ويتخبز رقيق ويجي شباب لا يهمش خليتها قطع ويندار للمرقى المهم يكون خبيث يكون شباب خليتها قطعتها يعني شكلت هذوك الكورات وزيت خليتهم مرتاح ويا ربي خمس دقائق ولا ما كملتش عشر دقائق هنا بعد ما قطعتها كامل يعني وكملت نغطيها كما قلت لكم خليتها واحد لعشرة تغيق هنا بعد ما تقلع البصل يعني لازم البصل يكون باين في المرقى نمرقوه تديروا الماء يعني قصنتو مشحل بغيتو وتغطوه وتخلوه طيب بعد ما ارتاح عشرة دقائق العجينة نقطحها ونخليهم يرتاحوا واحد لخمس دقائق حتى لسبعة دقائق ما خليتهم مشريحوا بزاف هنا كدلوب شوية زبدة ونعمال ماء نخبز بالزيت امت ونزيد لقهوة ونزيد زبدة ونزيد ماء جميع زبدة ونخلط معها زيت ونزيد ماء فارينة ونزيد فارينة ونزيد ماء فارينة فارينة نخبز الورقة نخبز بالزيت بالوسط نرش ونزيد فارينة ماء ثم ماء التقريب ماء ماء ونزيد ماء ماء ونزيد ماء حتى ماء 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 الزبدة وصفة مكلفة بصحبنينها بثاف طيب والمسمنة على النار تكون شوية قليلة ما تكونش زيدة بثاف ونبقى ونقلبو فيها قبل ما يتحمر الوجه يعني حتى لباش نعطو الوقت لهذاك الورقة اللي الداخل لا تنسوا هنا نرى زوج خبز يعني زوج ورقة في ورقة كما نقول احنا يا دوبلي ما نيش دير ورقة واحدة ونستمروها كاحتين نكملوا كامل العجين اللي عندنا والمرقة تعنا رهي وجده يعني طيب الخفف ماتشتش في طياب ما لازمش لبصل تعني ذوب كامل لازم يكون باين في الطبق تعنا كما شتوراني قلبتها بلا ما تتحمر هكا باش الورقة اللي الداخل نعطولو وقتو بهي طيب م mes you مرحلة حتى دورنا احضر لنور لن نكون زائدة لنور واحد يسكن من الورق بعد قطعته من القهوه هنا اقصان ايضا لا يوجد اخرى بالصحي يجيب غير مبنين بزاف رجلي اول مرة يأكلوا كلاو عاود وولادي يعني اللي ميبووش لبصل ميبوش يعني سوال حكيمة هكا ميبووش لبصل بزاف والله غير كلاو وشكروني فيه وقالوا لي ماما سيتي تخوبو المهم ان شاء الله هتجربوه وهذا طبق من اطبقنا التقليديات عنستنس ان شاء الله هتجربوه وايح يعجبكم بكل تأكيد يعني حاجة بسيطة وميش مكلفة وبنينة في نفس الوقت ولا مكاشكي ما الحاجة اللي تنخدم في الدار يعني خاصة في هذا البرد هذا وبهذا نقول لكم خوتي اخواتي راني وصلت النهاية الفيديو وراني عرفتكم بطبق اخر من اطبقنا التقليدية ومازال ان شاء الله نزيد نعرفكم بزاف اطباق ونقول لكم خوتي اخواتي انتلاقوا في الفيديو المقبل مع وصفة جديدة ان شاء الله مع السلامات هلا وفرواحكم ما تنسونيش بالدعاء